بناء على قرار محكمة فيدرالية في كاليفورنيا اعتقلت السلطات الأمريكية نيكولا باسيلي نيكولا الذي ارتبط اسمه بإنتاج الفيلم المسيء للإسلام وذلك بتهمة انتهاكه لشروط الإفراج عنه في قضية احتيال بنكي حكم فيها عليه عام 2010 بالسجن 21 شهرا كما منع نيكولا على خلفية تلك التهمة من استخدام الانترنت أو الكمبيوتر دون إعلام الضابط المسؤول عن متابعته بذلك ورأت المحكمة أن نيكولا البالغ من العمر 55 عاما والذي ينحدر من أصول مسيحية مصرية يشكل خطرا على المجتمع ولم تسمح بالإفراج عنه بكفالة ومن المتوقع أن يواجه نيكولا حكما بالسجن قد يصل إلى سنتين وكان نيكولا القاطن في جنوب لوس أنجلوس قد توارع عن الأنظار منذ اندلاع الاحتجاجات الغاضبة في العديد من البلدان العربية والإسلامية على خلفية عرض نسخة ترويجي من فيلم براءة المسلمين على اليوتيوب في تموز يوليو الماضي والذي يعتقد أنه وراء إنتاجه وأدت الاحتجاجات التي اندلعت في الحادي عشر من الشهر الحالي على الفيلم المسيء للمسلمين وللنبي محمد أدت إلى أعمال عنف استهدفت بشكل خاص الممثليات والمصالح الأمريكية في العالم الإسلامي كما تسببت في سقوط أكثر من خمسين قتيلا من بينهم السفير الأمريكي في ليبيا كريس ستيفن ومعه ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين وكان من بين المطالبات التي رفعها المحتجون هي القصاص من نيكولا ومن شاركوه في إنتاج الفيلم إلى جانب مقاطعة أمريكا الحكومة الأمريكية سارعت إلى نفي أي علاقة لها بالفيلم كما أكدت على رفضها لكل ما جاء به من محتوى الممثلون في الفيلم أكدوا أنهم تعرضوا للخداع حيث قدم لهم الفيلم باسم محارب في الصحراء ولم يتم ذكر أي كلمة فيه عن الإسلام أو نبي محمد لدى عرض النص عليهم وعلى إثر الاحتجاجات تقدمت الممثلة الرئيسية في الفيلم بشكوا ضد مخرجه وقالت بأنه تم التلاعب بالكلمات التي أدتها لم تهدأ الاحتجاجات الغاضبة حتى الآن ولا يزال المسلمون الغاضبون يرون في هذه الحادثة استغلالا لحرية التعبير سامة حمدان بي بي سي سامة حمدان بي سي سامة حمدان بي سي اشتركوا في القناة